اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونحن في هذه اللحظة سنستقبل المجموعة السلوية الكبرى والتي ستكون مسك الختام باعتبار ان المهرجان كان فرصة لكل المدن العريقة المغربية ان تتمثل بفرق متميزة اتحفت المستمعين والسلويين والمتضوقين باداء متميز وكذلك كان المهرجان فرصة لكل المادحين والمادحات من خلال الفرق المحلية بالمشاركة داخل زوايا مدينة سلاة عصر كل يوم منذ انطلاق المهرجان الى الان وبالتالي نعتقد ان الاهداف التي تم تصطيرها لهذا البرنامج قد تم تحقيقها في هذه النسخة الاولى ونتمنى كما قلت بداية ان نستمع الى اراء المتتبعين وانتقادات المنتقدين من اجل ان نجود النسخة المقبلة وعمليا الاجتهاد قد تم والنسخة هي ملك لجميع المتتبعين والاعلاميين والناقيدين والانتقاد هو شيء اساسي ومهم في بناء الصرحة ديال واحد العمل المؤسساتي اللي بغيناه يصبح تقليد سنوي داخل مدينة سلاة كيف نقلوه بالنسبة للمدة طويلة يعني عشرة ايام عمليين عشرة ايام طويلة بالنسبة للمنظمين وبنسبة لساهرين اللي مفروض فيهم انهم يكونوا يوميا من الصباح في اطار الندوات الفكرية وبعض العصر في اطار الزوايا وبعض المغرب في اطار الصهارات فعلا متعبة ولكن الاشكالية باش يمكن تستوعب هذا الكم من الفرق والمساهمين كان لابده مش يكون هاد وهو كذلك مش جاء يعني بشكل عبتي هو انه مدينة سلاة تاريخيا هي اكتر المدن مدة زمنية في الاحتفال بالمولد النبوي وكانت ذكرى المولد النبوي تشكل فرصة سنوية للسلويين والسلويات للتجول داخل زوايا مدينة سلاة والاستماع الى المادحين والمادحات وبالتالي كان نوع من المسج بين التقاليد السلوية في هذا الاطار والرغبة في اشراك اكبر عدد ممكن من الفرق وبالتالي المدة طويلة ولكن الحمد لله بنتيكون النجاح وتيكون هدفة لا التعب ولا هذا لابده من نشكروه بهذه المناسبة كل المتدخلين من عامل صاحب الجلالة على عاملة سلاة رجال السلطة، رجال الامن، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، اوتور ومضافي مجلس مقاطعة المريسة، اوتور الجماعة، المساهمين والمساعدين اللي اشتغلوا بشكل تطوعي وخارطوا في هذه التجربة إذن ما يمكن إلا نشكره كذلك الزوار والمسؤولين اللي بشكل يومي توافدوا على هذا المهرجان وكذلك الإعلام، لابده من نشكره الإعلاميين والإعلاميات وعلى التتبع ديالهم وأخاكا هناك تفاوت لابده من نشكره اللي كان عنده المواكبة الدائمة وهذا هو دور الإعلام أن يكون مصاحباً وأن يكون داعماً سواء بنقله للخبر أو بانتقادته للأخبار شكراً بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليهم لنا رسول الله وأله وصحبه عبد إيلاز نيبر الموديل الفني لمهرجان السماع وموسيقى السماع الصوفي هذا المهرجان الذي مسدت الفترة ديالهم بين 18 أكتوبر إلى السابع والعشرين منه ضم عدة تظاهرات، عدة ندوات علمية وفكرية بمختلف الزوايا التي تتخاربها مدينة سلا بحيث كان هناك ثلّة من المادحين الذين شنفوا أسماع الحاضرين في مختلف زوايا مدينة سلا زوايا تيجانية كالزاوية الدرقاوية الزاوية سيد عبدالله منحسون سيد بن عاشر كذلك مشاركة لعدة فرق على الصعيد الوطني فاس، كناس، طانجات، إطوان إلى آخره أخر يبقى هذا المهرجان كان زاخران بعدة أنشطاء في مختلف الزوايا وفي مختلف الأماكن الطابع الصوفي واليوم ليلة الاختتام تضم حوالي خمسين مادحان من مدينة سلا ستقوم بهذا الحافل الاختتام إن شاء الله في إطوان نشكر سيدة رئيس المقاطعات باب المريصة على هذه البادرة الطيبة التي ابتدت لعشرة أيام لم يكن لها سابق من قبل فنتمنى من الله أن تكون فترة مقبلة إن شاء الله هذه المهرجان دوبوا عدين إفريقيا إن شاء الله بحول الله شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر